في إطار حرسي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة منطل جلالة الملكة العماد الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم وتشجيع الفعاليات الشبابية قام سموه بزيرة إلى مدينة شباب 20-30 التي تنظيمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة الاستراتيجية التمكين لإطلاع على برامجها في نسختها الثامنة وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة للاحتفاء مع المشاركين بيوم شباب الدولي الذي يقام تحت شعار سلام من صنع الشباب قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة البحرينية الأولمبية بجولة على مراكز مدينة الشباب 2030 واستمع لشرح مفصل عن البرامج التي يقدمها مركز إعداد القادة الهدف إلى تنمية وتطوير الجانب النفسي والشخصي لدى المشاركين عبر إشراكهم في برامج تتمحوروا حول ريادة الأعمال وأخلاقيات الحياة والقيادة وفنون التقديم والتحاور وبرامج مركز العلوم والتكنولوجيا التي تركز على الجانب العلمي والإبداعي والتفكير العلمي مثل برنامج الميكانيكا والإلكترونيات وإعادة التدوير إضافة إلى برامج المركز الإعلامي الذي يقدم باقة من البرامج التي تعزز الجانب التقني والعلمي في التخصصات الإعلامية مثل برنامج الإعلامي والتصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام وبرامج مركز الفنون التي تعزز الذائقة الفنية مثل برنامج الرسم والتلوين وتصميم الأزياء والخط العربي والتشكيل والأشغال اليدوية والطبخ علاوة على برامج المركز الرياضية الذي يقدم جملة متنوعة من البرامج الرياضية وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الشباب بيومهم الدولي الذي حددته الأمم المتحدة تحت شعار سلام من صنع الشباب مشيرا إلى أن اختيار المنظمة الدولية لهذا الشعار الهام يؤكد المكانة الكبيرة والثقة الواسعة في الشباب من أجل مناقشة وتحديد أفكار الهدف السادس عشر من التنمية المستدامة الرامي إلى تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية مؤكدا سموه أن الشباب العالمي بصورة عامة والبحريني على وجه الخصوص يطبح إلى عالم يسوده الأمن والأمان والسلام والتعايش بين الجميع وأشار سموه إلى أهمية أن يقدم الشباب عصارة أفكارهم لطرح مبادرات هامة تسهم في دعم الجهود العالمية لتعزيز السلام والأمن الدولي وحل النزاعات والصراعات داعيا إلى إتاحة الفرصة للشباب لمناقشة وجهات النظر وتبادل الخبرات وتحديد أولويات العمل من أجل تحقيق الأمن والسلام العالمي وبين سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مدينة الشباب تهتم كثيرا بتهيئة الشباب للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تقديمها لحزمة من البرامج التي تتوافق مع تلك الأهداف والتزامها بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأعرب سموه عن إعجابه الكبير بالبرامج الاحترافية والمتقدمة التي تقدمها مدينة الشباب 2030 التي تتيح الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل البحرين عبر تأهيل الكوادر الشبابية للدخول في سوق العمل ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات مشيرا إلى أن مدينة الشباب باتت تقدم حلولا مناسبة للشباب وتوجه مساراتهم للإطلاع على الخيارات المتاحة في سوق العمل بما يمكنهم من تحديد مسارهم المهنية بالشكل الصحيح وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشروع مدينة الشباب يعتبر من المشروعات الشبابية الرائدة على مستوى المنطقة وما يعكس ذلك مخرجات المدينة على مدار السنوات الماضية والنماذج الناجحة التي تخرجت منها وانخرطت في سوق العمل وحققت قصص نجاح تستحق التأمل والوقوف عندها مضيفا سموه أن امتلاك الشباب للمهارات والمعرفة الواسعة والخبرة العملية عبر التدريب المتقن وكيفية الدخول في سوق العمل وإدارة المشاريع وإدراكهم لأهمية تلك المهارات سيؤهلهم بكل اقتدار لخوض غمار تحدي متسلحين بالمقومات الأساسية للنجاح الحمد لله وعلى بركة الله اليوم مملحة البحرين توصل إنجازاتها في القطاع الشبابي وأيضا الرياضي كل الشكر طبعا إلى ملهمنا ومشجعنا الأول ودعمنا الأول سيدي أرضا صحيح الجلالة وقيادتنا الرشيدة أنهما دلونا على الدربة الصحيح وحنا بطاقتنا وبطاقة شبابنا قدرنا أن ترجم رؤاهم ومتطلعاتهم إلى أرض الواقع ومن جانبه أعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليثة على زيارته لمدينة الشباب والإطلاع على برامجها وحرص سموه على الالتقاء مع الشباب والاحتفال معهم بيوم الشباب الدولي مؤكدا أن مبادرات سموه تمنح الشباب القوة من أجل مواصلة عطائهم المتميز من أجل بناء مستقبل المملكة عبر مواصلة نهل العلم والتدريب والخبرات ومن جهته أشهد الدكتور إبراهيم محمد جناحي بالدعم والاهتمام الكبيرين الذي يوليهما سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لجهود تنمية الشباب مؤكدا على الدور المحوري الذي تؤديه فئة الشباب في دعم عجلة التنمية في البلاد واستدامة نمو مختلف القطاعات في ظل ما يشهده العالم من توسع معرفي متنامي مشيرا أنه انطلاقا من تلك الرؤية التنموية حرص التمكين ضمن أهدافها الاستراتيجية على ترسيخ فرص دعمها لشباب البحريني وذلك من خلال تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مدينة شباب 2030 بعدما أثبتت مدينة شباب 2030 جدارتها على مدى السنوات الماضية في تأهيل مهارات الشباب البحريني وتأثيرها الإيجابي على تطوير قدراتهم جاءت النسخة الثامنة لمدينة الشباب مؤكدة على أهدافها السامية وعلى تأهيل الكوادر الشبابية للدخول في سوق العمل ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات مدينة شباب 2030 التي تقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين تتبنى منذ انطلاقتها توفير أفضل الظروف والأجواء للشباب البحريني في ورش عمل وفرص تدريبية تم أعدادها على أيدي خبراء ومتخصصين جعلت من المدينة أفضل منصة شبابية تمكين تدعم هذه الفعالية للنسخة الثامنة وكنا معاهم في السبع النسخة الماضية واحدة من أهم أسباب مشاركة تمكين في مثل هذه الفعاليات وخاصة في فعاليات مدينة الشباب لأهمية هذا المشروع بالنسبة حق توجيه الأفراد أو توعيتهم بالمسارات الموجودة في سوق العمل أتصور هذه المبادرة الرائعة قدرت أن تضيف حق المهارات الشخصية حق الأفراد من جهة طبعاً نحن اليوم نحتفل بيوم الشباب الجوالي ونحن سنوياً نحتفل ويكون في مدينة الشباب جميع المشاركين في مدينة الشباب يشاركون في هذا اليوم وطبعاً كل سنة له موضوع والسنة كان موضوع السلام الكل كان مستانس أصلاً أنه قاعد يشارك فيه ويضيف بصمته ويعبر عن نفسه وعن هذه الموضوع فكانت مشاركات حلوة من كل المراكز والشباب كانوا جداً متفاعلين وإن شاء الله تكون السنوات اليائية كلها سلام ويعمل العالم كلها مثل ما نتمنى عبر المبادرات الشبابية في مملكة البحرين تحولت جميع المبادرات النظرية تجاه الشباب إلى واقع ملموس ومتاح للجميع وهو ما يتضح في مدينة الشباب التي تعد من المبادرات الأقوى من نوعها فحققت قصص نجاح تستحق التأمل والوقوف عندها وأفكاراً شبابية وإبداعات تستحق دعمها وتشجيعها لتكون مدينة شباب 2030 نقطة الأساس لانطلاقة الشباب نحو البناء إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين